شايفك شايفك يا انتي شايفك تنتظر تعثر الهلال ها والله اليوم يا شفتلك مقاطع بس ينتظرون تعثر الهلال ولو بالتعادل لكن الهلال في اخر ربع ساعة يقول لرمك انا ما انضمن اي 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 الهلال مربوط بها الصافرة اذا سمعت صافرة الحكم خلاص تقطق شف على وضع الهلال هل الخو خسر تعادل لا تأمن الهلال من يوقف الهلال بعض الجماهير تقول اوه ضمك عقدة ناد الهلال لانه في المباراة الماضية تعادل قدامه ولكن اليوم الهلال يستبسل ويكمل سلسلة الانتصارات اي 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 مين يوقف الهلال في ناس تقول ليلة العيد ممكن ليلة العيد مع النصر عاد النصر ناوي خصوصا بعد الفوز المعنوي قدام الهلال انتبحث عن الاثارة يا عبد الرحمن الله مباراة لا تستامنها يا حاصر هيكون العيد عيدين عيدين الله يستر في عيدين حتى الفريقين نبدأ 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 ثلاث اشياء اللايك الاشتراك اكتب اي شيء بالتعليق وشيل للمهتمين بسم الله وعلى بركة الله بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن هي الله عاصم آخر مباراة قبل التوقف والله يا الاثارة برمضان شغالة هذا شهر الخير وشهر الاثارة بس تنفس الهلال الهلال متنفس هين ما شاء الله اكسجيني شغال لكن النصر انت عاش قدام الاهلي واضح انه يتوعد نادي الهلال ليلة العيد ايه بس ليلة العيد بالسوبر عبد الرحمن ايه بس ولو انت نصراوي عبد الرحمن ايه مندوب ان شكلك على النصر انا نصراوي بحت دفعينلك لو تطعني يا عاصم ما يطلع دمي احمر اصفر دفعينلك النصراوي ايه في واحد عارف من الشباب قال طبل طب نحن نقول التشويقية هذه الفقرة ايضا والتشويقية ترى لا متلاتة متلاتة للميول عندنا ما لنا ميول نشجع كرة القدم والوضع حالة كرة القدم بل فكاهة قبل لا نبدأ عبد الرحمن في شي مهم اللي يبغي يطرح سؤال عن المباراة عندنا هاشتاغ اسمه عاصم مرميح موجود في وصف الفيديو هاشتاغ مربوط منصة التويتر استكفى الله يرحم والديك والله يرحمك اللي التابع لا تجي الصباح تغلد بهالهاشتاغ سؤال فني خص المباراة راح نجاوب عليه هاشتاغ اسمه عاصم مرميح موجود في تويتر او بوصف الفيديو نبدأ؟ نبدأ بسم الله نبدأ ونقول اللي ما ينقر كالعادة مباراة الهلال وضمك وهذه المباراة يعني خلنا نقول الاندية الاخرى وجماهير الاندية الاخرى تخدر نادي الهلال بينما نادي الهلال حاسب حساب المباراة هذي ليش؟ ليش؟ لأنه ضمك في المباراة السابقة عادر قدم الهلال الهلال فاز على كل الفرق إلا ضمك وكأن ضمك هو اللي سوى للهلال سي بي آر انعاش قلبي لأنه من بعد مباراة الضمك الهلال تحسن صحيح المباراة يا عاصم اليوم يعني شفنا صراحة تشكيلة نادي الهلال وتشكيلة الضمك تشكيلة المعتادة المعتادة وخصوصا ثلاثة وسط نادي الهلال يعني ما فاجأنا إلا يعني بدخول اللاعب يأسر الشهراني هو اللي يأسر الشهراني فاجأنا اي طيب اليوم نشوف نادي ضمك صراحة كان ند يعني لنادي الهلال خلنا نقول إلى الدقيقة ممكن 75 الدقيقة 80 كان ند صحيح وش السبب الندية هذه يا عاصم هل هو خلل في نادي الهلال ولا قوة في ضمك أول شيء الشرط الأول شرط كان على مستوى التنظيم لنادي الهلال شرط مو كارثي بس كارثي على أنه الهلال يعني هم عودنا على التنظيم فنقول كارثي لأنه الهلال أول شيء بس وضح لي عاصم كيف كارثي أبع وضح لك الآن أول شيء ضمك مدرب ومين كوزمن كونترا مدرب شجاع مدرب يخسر 5-0 أو يفوز 3-0 أو يفوز 1-0 ما تفرق معه مدرب شجاع وانتحاري ترى وانا أعرف لهذا المدرب انتحاري جدا فهو شجاع أول شيء الشجاع في نادي ضمك اللي خلت الهلال طبعا الهلال على مستوى الخطوط كلها تنظيمه اليوم سيئ أول شيء بسبب تراكم المباريات مباراة قبل التوقف في ضغط للرقم القياسي انه لازم تستمر فيه لانه الفريق الولزي اليوم سجل رقم انه فاس 26 مباراة متتالية ففي ضغط على نادي الحلال انه يستمر بالسلسلة اليوم ضمك على الورد 4-2-3-1 ونقطة قوة ضمك في هذا اللاعب والمنظومة كلها تتوظف لخدمة هذا اللاعب يعني هذا ميسي ضمك الآن لما تشوف فرق اللي يلعب فيها ميسي الكل يخدم ميسي قصدك اللاعب انكودو ايه الكل يخدم مين؟ انكودو انكودو ضمك رباعي اللاعب الجناح الأيمن الزين 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 دوره مركب الكورة معظمك هو جناح الكورة مش معظمك هو لعب ظهير طيب يا عاصم ليش تحديدا في هذه المباراة ما اختار كوز من اللاعب البيشي لاعب نادي الاتحاد سابقا لاعب حركي وعنده صراحة شجاع انه يعني يهدد الخصم في هذه المباراة اشرك الزين انت تحتاج اللاعب التكتيكي اللاعب اللي يخدمك فيه ادوار مركبة انت قدام الهلال لو يشوف اول شيء الهلال في المباراة متروفيتش طبعا في الصندوق سافيتش والزيادة ويبحث عنه هو اللي يأخذ الهجمة الى الامام ويضرب المساحات عارثين الدور العب النفذية توسط قلوب دفاع نادي الهلال سعود عبد الحميل ميشيل سالم الدوسري ياسر الشحراني القضية في نادي الهلال اللي خلت الهلال يطلع بشكل خلنا نقول اقل انت معليش عبد الرحمن كم حط لعب ثلاثة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ايه صحة عشرة ايه لا تشكك معنيش ان هنا مهنية ايه سلام عليك القضية في الهلال انه كيف احتوي اللاعب نكوده لانه ضمك يدافع استثناء لعب اول شي ضمك في الشوطة الاول يدافع من منتصف ملعبه من منتصف الملعب بقماسي برجوع احمد الزين كلاعب ظهير سنوسي هو سوي كقلبي فاع ثالث طيب خماسي وترفع خطوط وقدامك الديناميكية والحركية المرعبة في وسط نادي الهلال كيف تعامل معها ضمك خانا انا باعلمك هو يدافع من منتصف ملعبه القضية احمد الزين على سالم اللي يراقب سالم من احمد الزين يعني خلاص الان سالم على وجهك مش بيكون خلفك خلاص هنا نقطة النقطة اللي هنا طبعا اللاعب الشاب اش اسمه ضاري الغامدي اعتقد ش اسمه ضاري الانزي ضاري الانزي بصراحة لاعب ظهير ان شاء الله انه ان شاء الله مستقبل للكرة السعودية قدم مباراة كبيرة رغم الطرد قدم مباراة كبيرة وهذا من اللاعبين اللي انا سمعت انه داخل ان هذا اللاعب كان من ضمن اللاعبين اللي راحوا للابتعاث في اوروبا فاكيد ان اللاعب يعني مؤسس كويس القضية انه نادي ضامك خمسة ثلاثة واحد هذا خارج العملية الدفاعية فتحصل انكود وواقف هنا تمام سعود عبد الحميد على المستوى الهجومي مشتت اطلع بس خلفي لاعب يا الله هذه نقطة ما هو اي لاعب انكوده ايوه لو تلاحظ كلبالي مرات يطلع كثير طبعا ضغط الهلال العكسي كان سيء يعني الهلال يخسر كورة يحتاج الى 7 8 ثواني 9 ثواني ولا يسترجع الكورة مرات الهلال من ثانية ثلاثة يسترجعها فتحصل مرات كلبالي يصعد بشكل حاد ويضغط ليش لانه ضغطك سيء فانت تحتاج سبور تحتاج دعم اللاعب آخر فاللاعب ما يقدر الحالة الكارثية فهو يطلع بس ما عليش كلبالي يطلع وعندي نكودو طيب يصبر هو الهلال يبغى ما يوصل الكورة لنكودو من بدري فنضغط على حامل الكورة من بدري تمام لو تلاحظ علي البلايهي يمي الكثير عشان يغطي على البلايهي وتحصل ربا النفس لو لا ربا النفس ترى الهلال في الصعوب يصعد أمتار عالية علي البلايهي يدعم علي كولبالي عشان المساحة فاللي يعطي التوازن هو اللاعب ربا النفس وأيضا ياسر الشهراني يمي فتحصل الهلال كان كارثي خاصة من الجهة هذه في الضغط انكودو لاعب حر ينتظر الكورة وصل الكورة الانكودو وتلاحظ أن الخد كل من ضومة ضمك نبغى ننجح هذا اللاعب فتحصله وهو الهدف وظاهر أكثر من صنع لنادي ضمك من هدفين الدوري فمسي ضمك مسي ضمك هذه حالة الهلال طبعا الهلال على مستوى الضغط العكسي في كل أرجاء الملع فتلاحظ ياسر الشهراني دوره محدود في الزيادة الهجومية بسبب هذه التميلة أنه كل بالي يصعد أمتار عالي فتلاحظ علي بليه يرحل وياسر الشهراني مطالب أنه يرحل عشان عملية التوازن خط الدفاع حتى فيه شفت كرة خطيرة الياسر الشهراني كرة طويلة الياسر الشهراني سراحة أخترق دفاع عظمك واضح هذا في الشطة الثاني واضح أنه دفاع عظمك ما أخذين فكرة أنه ياسر الشهراني في الخلف لا أعلمك نرجع لها للشطة الثانية هذا بالنسبة للشطة الأول عشان كذا الهلاو ما استوعب أنه هذا اللاعب خارج المنظومة الدفاعية طيب يا عاصم هلال أصلا سيء في كل الخطوط دور الوسط الشطة الأول طبعا طارق حامد هو من يقود منظومة تفكيك الهجمات في دوره أيضا لما تشوف مالك اليوم من أقل المباراة مالك مالك صراح لما تشوف الهلال يستبدل مالك أول المبدلين يعني بالهلال سيء لأن هذا اللاعب نادر ما يكون سيء لأنه لاعب انضباطي حالي جدا فطارق حامد اللاعب رقم واحد ثلاثين اللاعب رقم سبعطاش وكان هو الدور أنه يرحل اللاعب رقم سبعطاش وكان مع اللاعبين اللي يرحل مع جهة اللاعبين ضمك فضمك كان ممتاز في فرد الملعب دفاعيا ضمك إذا أحمد الزين تأخر في أنه يلعب كلاعب ضهير ضمك كان يضيق خط دفاعه عشان نحتوي اللاعبين بس خلاص رجع أحمد الزين افرد الملعب افرد خط الدفاع بشكل كبير عشان أحتوي أطراف نادرية وأكبر دليل على كلامك كثير شفنا متروفيتش في الطرف في الشوط الأول أنه يميلها الطرف نبغى أن نستهدف لنا المساحة هذه هذا بالنسبة للشوط الأول جميل الشوط الثاني الشوط الثاني قبل الشوط الثاني منصة أفسان الرابط الأول ادخل الله يتزاك خير في الشهر الفضيل تبرع الأوبريال والجتابة شكرا الله خير طبعا أنا تحدى شخص يحل المرازة تحليلي لأنه في ناس صراحة تتنظر المرازة يقول الهلال سيئ شهادتي فيك مدروحة أنا كان نشوفك أفضل محل الله يسيدك أفضل طيح الشوط الثاني حصل تبديل لنادي الثامك طبعا مهاجم الثامك القحطاني كان ممتاز في عملية الضغط في منتصف في منتصف في منتصف اللي هو خلنا نقول وسط نادي الهلال يعني كان حركة كثيرة فستبدل اللاعب هل هو للإصابة أو لأغراض بدنية فتم تحويل اللاعب كلاعب مهاجم وتم دخول البيشي وتم تحويل الزين كلاعب طرف طيب بعد هذه كل المتغيرات هذه في ضمك أثر على فريق ضمك أي أول شيء أول شيء مدرب لجأ إنه خلاص أنا لعبت مبارا شوط أول خرافي بدني ممتاز أبتراجع لأن أمتار خلفية أقل وأيضا خلنا نقول أبغى أستهدف الهلال وبعطي المشاحات كبيرة لنقود حنا شفنا مباراة بدنية صراحة يشهد له نادي ضمك هل السبب أنه ضغط أمبريات النادي هلال ساوت الكفة لا لا خط وسط نادي ضمك بدني جدا الثلاثي كامل بدني جميل طيب بعد التغيرات بعد التغيرات ضمك إحنا قلنا يدافع من منتصف ملعب الآن يدافع أمتار خلفية أكثر الآن يلعب تقريبا تقريبا نظامك يلعب بخمسة أربعة واحد يبي التعادل أي الآن الهلال خلنا نقول الضغط العكسي ما تحسن بس الهلال تحسن في الانتشار وفرد الملعب ميشيل سالم الدوسري الفرد عند الأجنحة والاختراقات وين من اللاعب سفج من اللاعب الأظهرة صحيح لو تلاحظ كرة ياسر الشهراني صحيح لو تلاحظ كرة ياسر الشهراني هي قبل التبديل كان أحمد الزين هو المطالب أنه يراقب سالم ياسر الشهراني يخترق بلا أي مراقبة ما أخذ راحته بلا أي مراقبة فنقول أنه من الشرط الثاني اللي يتحسن في الهلال أنه فتح عرض الملعب عند الأجنحة كان وفي حدة في دخول أظهرة الملعب إلى العمق بشكل حاج جدا فتلاحظ ياسر الشهراني سعود عبد الحميد وأضف إلى ذلك سفج أكيد سفج طبعا هذا سفج هذا دور ودائما يقوم فيه بلس لكن كان يرحل كثير مع اللاعبين للطرف الآخر لكن الدور كان كبير على أنه رقابة لاعبي نظامك أنه الظاهرين مطالبين بالأجنحة وأنه لاعب أحمد الزين دبل أنه ينتقل للطرف الأيسر أنه كان هو اللي يراقب سالم ما في لاعب يراقب ياسر الشهراني لأنه ياسر الشهراني كان يرحل ما دفاع الهلال عشان المساحات فالهلال صار أكثر حدة في الانتشار الهلال أيضا تحسن الضغط العكسي مون بشكل بس على الأقل ياخذ خمس ثواني عساني يسترجع الكورة فالشوط الأول ياخذ عشر إلى خمسة عش ثاني عساني يسترجع الكورة فأيضا وضع كودو كلاعب مهاجم سهل العملية في احتواء اللاعب أنه خلاص كل يبالي وعليب ليه مش مطالبين أنهم يرحلون على الطرف أنه هذا يرحل عشان أنا أسوي دعم عشان أنا نحتوي هذا اللاعب فأيضا ضمك صراحة لو نقول أنه أنت تتراجع عن ترخل فيه صراحة الهلال يقدر يسجل عليك يعني بهذاك الشكل أفضل بس هذاك الشكل مرهق صراحة دهنيا الهلال يسجل الهدف الأول شيء طبيعي أن الهلال يسجل عطفا على المجرى اللي صار في الشوطة الثانية والتغييرات اللي صارت من فريق ضمك وتحسن نادي الهلال هو الهلال يسجل هدف أول قام جيسوس بتبديل أخرج اللاعب مالكم ودخل سلمان الفرج وأخرج اللاعب ياسر الشهراني ودخل اللاعب ناصر الدوسري اللي صنع هدف المشي القضية أنه مثل ناصر الدوسري بفعل الكرة العرضية ولكن استبدال مالكم هل بعد الهدف هل التبديل كان قبل الهدف وبعد الهدف أنت وش تتوقع؟ أنا ما أدري سلمان الفرج تمسك رتم المباراة تفايز واحد صفر ما تقدر تمسك رتم وراءه واحد صفر لأنه الفريق الآخر ممتاز وأنت أصلا سيئ أنت تحتاج تسجل ثاني وتسخل سلمان أنا والله بالنسبة لي لما شفت تدخل سلمان قلت بيحافظ عدلته أنه مسجل هدف فيبي فيه شوية رتم أنه يحافظ على الكرة لا أصلا أنت أصلا ما تقدر تتحكم في الرتم لأنه واحد صفر والفريق الآخر ممتاز وأنت أصلا سيئ لكن الهلال قرر أنه يتراجع أو أنه يخفف وتيرة الضغط وأيضا ضمك تساعده الحالة أنه خلاص أنا ما عندي شي يخسره الآن قلنا المدرب ما عندي شي يخسره فتلاحظ أنه ضمك يطلع بملعب الهلال ويسجل الضمك الهدف والهلال أصلا سيئ كتنظيم لفاعل من كل يبالي من علي اللي بليه يعني بسبب وهو عوامل كثيرة ومن ضمنها اللاعب ينقود ويخلي الوضع بسبب الضغط العكسي حينما كنا كويسين في الضغط من الأمام كضغط عالي وكضغط عكسي الآن يجي الحمل على ذول اللاعبين طيب يا عاصم حينما نختم الصراحة برات هيلال وضمك لكن في سؤالي همه الهيالي من يتحمل هدف ضمك من لعبة نادي هيلال ما في أحد يتحمل أصلا الحالة الذهنية للفريق كاملة ما كانت كويسة لما تكون حالة ذهنية أنت ما تقوم بالأدوار كاملة لا على ضغط ولا على مراقبة ولا على كل شيء فلاحظ أن الحالة الذهنية هذه للهيلال عند الهيلال تفوز الهيلال لكن عند الفرقة الثانية تنهار فشوف الحالة الذهنية وفرقة عند الفرقة التحت يعني الهيلال تحت الضغط يتحمل يتحمل يعني يسر بيسوء أشياء بسيطة جدا بس لها حالة ذهنية عند فرقة تنهار فهذا اللي يختلف بالهلال الهلال يسجل طبعا الطرق تساعد انه الهلال يطلع بزخم اكثر وشوفنا تبديل المدرب بدخول صالحة الشهري قلنا نقول ميشيل مختفي في المباراة يسجل ضد الرياض ويسجل ضد ضد اللاعب يعني هذا اللي متوقع انت لا صرت سيء كمستوى تطبيق اسلوب انت تحتاج اللاعب الفاردي فشوف ميشيل في مباراة الرياض وفي مباراة ضمك فميشيل صراحة حاجة ضرورية اذا كنت سيء في تطبيق كل شيء في الملعب هذا بالنسبة للهلال وضمك مودع اننا نطول جميل يا عاصم اللي بعده الفتح والاتحاد لانه مباراة بنفس التوقيت وصعب ان يتكلم وحل المباراة لازم اتابع كاملة لكن تبعت مقططفات منها اقرب من الامباراة الهلال انا قلت اتمنى ان الهلال يحسمها بدري وان الاتحاد يحسمها عشان اركز هنا وهنا لكن ان برطة ما قلت الى اخر دقيقة انا اسمح لي يا عاصم بس بعلق بخصوص نادي الاتحاد بعيدا عن التحليم تمام صراحة انديتنا بشكل عام وخصوصا نادي الاتحاد ممتاز يعني انا شفت خبر يا عاصم صدمني الصراحة اللي هو؟ كريم بن زيمة ارجع التدريبات خمس دقائق ارجع العيادة خمس دقائق ويرجع العيادة انا معلمك يعني اي نادي اي نادي سعودي وخصوصا الاندي الكبار لازم انه ترى الكرة القدم ما هو جيب لائب صح ما هو جيب لائب عالمي ولعب كرة القدم تبدأ من اي تزد لازم اتجهز عياداتك الجهاز الطب يكون على اعلى مستوى يكون عندك مدير لياضي كرة القدم متكاملة ما هو بس جيب لائب عالمي ويلا وخلي يلعب في الملعب وبس بالعكس ترى انا يا عاصم يعني لائب العالمي يحتاج تحضير ذي انا عشوف كثير من اللاعبين كثير من اللاعبين اللي ما كانوا معروفين وادوا في الدوري ما هو شرط اسم لائب عالمي صح فصراحة ملاحظة على هذا الوضع فنتمنى من نادر الاتحاد تحسين هذا الشي عبد الرحمن انت اتحادي طرفضة اتحادية اقولك دمي اصفر اتحاد انا اصفر الاتحاد بشكل سريع الاتحاد يعاصم اليوم لما نشوف تشكيلة نادر الاتحاد صراحة فعل الاطراف بالعادة يفعل الاطراف بالأظهر خصوصا قدام نادر الهلا شفنا الدبلب انه ظاهرين وظاهرين في هذه المباراة تحس انه فعل الأجنح لا هو فعل الأجنح وصراحة اليوم يسجل جوتا ويبدع وشفنا برضه وصراحة ابداع اللاعب احمد الغامدي وانا ابي قبل ان تكلم عن المباراة تعليق منك عن هذا اللاعب اول شي احمد الغامدي بان الدور الاكبر باختيار قيارده في المباراة الهلال توظيفه خلف المهاجم مش نوظف روما رينه عشان يكون ضغطنا ممتاز من الأمام روما والحمد الله لما يقودون منظومة الضغط من الأمام لانه يكونون في المنتصف صعبة لازم يحط موازنة فأحمد الغامدي ينجح الضغط عشان يكون فيه موازنة محمد الله ومن خلفه مين الغامدي مثل الهلال مترو ومن خلفه مين مالكا يعني تشوف انه أفضل مكان الأحمد الغامدي خلف الموازنة عشان كده طبعا مجبورين اننا نلعب روما رينه على الطرف وطبعا الطرف الآخر اللي هو جوتا مباراة شف جوتا ممتاز على الشقة الهجومة لكن على الشقة البدني واللياقي وعلى الشقة الدفاعي كارثي طيب اليوم الاتحاد مثل ما قلت لك وجود الجناح تحس انه اعتمد أكثر على الأجنحة ولما نشوف نادي الفتح اليوم المباراة السابقة كان يلعب أربع قلوب دفاع اليوم يشارك بخمس قلوب مش كانت فكرة مدلب نادي الفتح ومدلب نادي الفتح طبعا أول شيء الاتحاد يفوز على الفتح بسبب من قوة الاتحاد الاتحاد متحسن في كل المباراة إلا أترك مباراة الهلال لأن الهلال ينتصر على الاتحاد بالدهنية مش بالبكتيك هو منتصر على الاتحاد بالدهنية لو تشوف انباراة عادية انباراة عادية يعني يقدم الهلال من خلال حدة لكن هو يفوز بالدهنية لو نشوف الفتح من عوامل اللي خلط الاتحاد يفوز بهذه النتيجة الكبيرة أربعة أنه الفتح يدخل بشكل مغاير أول شيء عنده غيابين سوفيان بن دبكا من أفضل اللاعبين في نادي الفتح ومراد باتنا لكن المدرب يلجأ لهذا الخيار بس خيار كارثي يعني صراحة عمار ردحيم يعني ثلاثي لجامي واللاعب الأجنبي وعمار ردحيم نقطة الضحف الفتح كامت من هنا فتحوا تكل ضربة الاتحاد من هذه الجهة صحيح البلنت المسبب هدف جوتا اللاعب أحمد الغامدي وتستيت كل شيء من هنا أصلا كل شيء والفتح يلعب بثلاثي وزلايو وتيو كلعبين مهاجمين حتى أنت في هذه التشكيل المفروض تدخل مهاجم تاركت ممتاز في الهواء حتى الفتح في التحولات ما كان كويس الفتح متى يكون كويس لما يلعب في ملعب الاتحاد لما يحضر الهجم ويطلع ثيه ويلعب في ملعب الاتحاد اسم عبور يا عاصم يعني تلعب بخمسة قلوب دفاع وقدام نادر الاتحاد ويكسبك أربعة ثلاث قلوب وضهير خلنا نقول خمسة دفاع قدام نادر الاتحاد يضربك بالأربعة هو لجأ لهذا الشكل كحلي اضطراري بشكان كارثي لكن حمد الله جوتا أحمد الغامدي كثير يميل هذه فكرة ما لكم مع الهلال ميل مع الطرف كزيادة عددية كأنه قيارض يبغي يوظف اللاعب في توظيف مركب كبير صراحة إن شاء الله أن نشوف نسخة مرعبة من هذا اللاعب واللاعب هذا واحد وصفقة مرعبة من نادر الاتحاد ريال الغامدي مع الاتحاد صراحة معودين بجيل ممتاز للادي الاتحاد لو نشوف الاتحاد صراحة كان سيء للاعب بعد ما تحول مد الله كلاعب ظهير وفوز الزكور يدخل لأنه ما عندنا مشكلة في عملية خلنا نقول المد الهجومي من الظاهيرين خلني أعلق على كلامك هدف الفتح على نادر الاتحاد الضربة رأسية من جهة مد الله فأنت كلمت وعلقت قبل أنه مد الله كظهير أيسر أفضل من مد الله كظهير أيمن عنده مشكلة هو في الخطوات والوقوف كظهير أيمن والتغطية العكسية في الأيسر تخف فيطلع بشكل أفضل تحس أنه في توازن أما يكون في فواز وفي مد الله في توازن أكثر أكثر من مد الله وكادش صراحة المدرب اليوم خيار كادش ما كان موافق بس ممكن ربا ظارة النافعة ربا ظارة النافعة خروج لويز فليبي وتحول كادش كلاعب قلب ومد الله كظهير وفواز الصكور لأنه فواز في حال بناء نادي الاتحاد للهجمة فواز طالع طالع إلى أمتار بعيدة ويتحول الاتحاد إلى ثلاثة أنه مد الله كلاعب ظهير وينزل رومارينه من اللاعب أنه جناح وينزل الأمتار منخفض عشان يصعد الكورة وطبعا الغامدي نهيل كثير للطرف وأيضا مد الله مرات يسند معهم لكن الاتحاد ممتاز ككثافة وأيضا دور الغامدي فيصل أنه يعطي الزيادة والحرية الكانتي في الزيادة العددية في ضرب الجهة للفتح صراحة الاتحاد ممتاز في الضغط العالي اليوم ممتاز في الضغط العكسي نقول أحدد الاتحاد اللي كانت سابقة قبل مباراة الاتحاد وهذا الشيء اللي يتحسن القوة البدنية في الضغط في استرجاع الكورة الاتحاد الممتاز ويفوز بالنتيجة كبيرة عطفا على الوضع الكارثي فمبروك للاتحاد مبروك الاتحاد وحضوا فر للفتح طيب بس قبل وجهة نظر كيف فازوا والهلال والاتحاد الليلة يا سلام دافعوا بالاشتراك وهاجموا باللايك وتحولوا بالشهير أنا والله صراحة أزعلوني المتابعين ليه؟ يعني كيف؟ أزعلوني والله عليه؟ حنا دشنا وقلنا أنه فيها هاشتاق خلاص يا أخي يمش مدش إيه بس يا أخي تكلمنا تكلمنا بالمنتدى وإعلنا الناس برمضاني أخي ماتلحك بس يا عاصم ولا سؤال أنت تدري برمضان الوقت ما وعب وعشرين ساعة الوقت أقل ترى انتبه يا عبد الرحمن يلا 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 فصراحة ما فيه سؤال لا طيب ما فيه هاشتراك طيب أنا بسأل كرأي عام يعني صراحة نادي الهلال دائما خلني قول لك بشكل سريع يا عبد الرحمن نادي الهلال يعني شفنا اليوم قدام رمك لما تختلف علي لما يواجه الهلال مشاكل يجد الحل سواء بودلة سواء صح وش الشي هذا اللي يميز نادي الهلال الاندي الثانق يعني ما هي تعليمات مدلب ولا أكيد تعليمات مدلب هذا دول مدلب يا حوله ولا لا أقصد هل هو شي تكتيكي ولا شي دهني أنا أدري أنك تعرف هذا الشي مني بس أنت أسأل تتقمص دور الجمهور ممتاز عليك المدرب وظيفته أشياء كبيرة من ضمنها هذا تخلي اللعب يدخل بكل أريحية يلعب يعني لما تشوف الهلالة الآن مرات يخلي الهلالة ما لا سلوك الهلال سيك كمجموعة بس فيه أشياء أنه فيه حرية لدى الفرد فيه حرية لدى الفرد وأنه أنت الآن يا الفرد أنت تشعر المسؤولي ومعطيك ثقة المدرب هذا هذا الشي اللي في الهلالة لما يكون سيئة مثلا ميشيل يسجل يعني ميشيل يسجل بالله أستغرب فهذا اللي في الهلال صراحة الذهنية في تحضير اللاعبين لما نكون سيئين لأننا نقدر أن نشيل الفريق وميشيل من اللي صنعنا؟ ناصر الدوسري اللي دكة أيوه فهي القضية هنا قضية في الهلالة في آخر المباراة ترى الهلالة يفوزي هنا ليس في الملعب لأن الهلالة في الملعب فاقت حدته طيب بخصوص سؤال نادي الاتحاد في ظل ظروف نادي الاتحاد على شتى الأصيدة يا سلام هل قياردو يعني المدرب اللي ممكن يستند عليه نادي الاتحاد الموسم الجاي أنه يقوم عليه مشروع؟ أكيد أكيد صراحة أكيد يكفي أنه قياردو صراحة في مباراة الهلالة الأخيرة عطانا بوادر أنه مدرب يعني نقول على الرغم ظروف وكذا صراحة نقدر أنه يعطي آمل للاتحادية أنت لما تعطي آمل جمهورك معناه جمهورك واثق فيك بس لما جمهورك يقول ما أقدر تخيل الاتحادين قبل الثنين صفر يقولون آه موالله ممكن الرمون تاد معناه واثقين بالمدرب بس إذا مدربهم مش واثقين خلاص انتهت المباراة معناه جميل فأنت مع استمراره مع استمراره تمام نجم المباراة؟ بالنسبة له هلال ربع النفس الاتحاد؟ لا لا خلنا من الاتحاد أنا ما تبعت المباراة بس أتكلم عن الهلال لماذا ربع النفس أنا بوقف عند اللاعب ترى الهلال كارثي في جميع الخطوط بس من يعطي أنه يوحي لك أن الهلال المجيد على الأقل على مستوى اللعب هذا اللاعب يخي لا يكيو عند هذا اللاعب خارق بدكار أنا في الشوطة الأول يوم الهلال سيّة قاعد أشوف اللاعب أشوف هذا اللاعب كيف أنه كل يبالي يطلع يعني تخيل قلب الدفاع يضغط هنا وقال يبليه يروح هنا من اللاعب اللي يغطي هذا العيب الكارثي؟ هو في وقوفه هو ما يطلع ويضغط أو يروح يراقب اللاعب لا 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 يعطيني لمسة ولا يصاعد الكورة ليس معي يخي يشوف كيف يوقف مدرسة كيف يقف هذا اللاعب مدرسة كيف يقف روبن نفس في نادي الهلال شوف الشوطة الأول ويحظ الكاميرا على روبن نفس كيف يوقف وترى مثل ما اللاعب جيد في الكرة ترى اللي بدون كرة أهم وقوفك تحركك البعض يشوف أنه لاعب بنسك الكرة ولا فنان لا شوف تحركه بدون كرة بل ملاعب اللي يلعب بدون كرة بالضبط خصوص مباراة الاتحاد أنا بالنسبة لي أنا صراحة تبعت المباراة أحمد الغامدي صراحة أكيد أنا أتفق معك أحمد الغامدي لا الهدف اللي يسجر يكفي اللي بعده شكل الهلال يبي يخسر يا جماعة الخير أنا سؤال أوجه للهلاليين إذا هالهلال كده بيستمر شكل الامبراء الجاي واللي اللي بعده بيخسر ولا بعد التوقف بيطلع الهلال غير أنا بسأل السؤال اللي من تقريبا بداية الموسم إلى الآن ما لقينا للجواب الاتحاد وش وضعك لا من يوقف نادي الهلال يعني يا بالتعادل يا بالخسارة ما حصلنا فأنت اللي تتابع ويش توقعك منه النادي اللي بيظهر أن يوقف نادي الهلال هذا السؤال مكرر لك لازم تقولوا يعني صراحة سؤال الاتحادين بن زيمة وش العيادة دي بتعبانة يا أخي العيادتكم تعبانة يا ناس وحاولوا حالاتكم المستشفيات خارجية ومرضا في سؤال للهلاليين ضمك كان خصم عنيد وش الأسباب اللي جعل الضمك يظهر في هذا اللتم هل هي عيوب بنادي الهلال ولا قوة بنادي رمك؟ شكرا لك يا عبد الرحمن وشكرا لكم أيضا عندك شيء عبد الرحمن سبت تقوله توجيه رسالة شيء الله خير والله يرحم والدينهم على الدعم تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك وسلام عليكم